برنامج التاسع منذ الأمس الحقيقة وإفطار الأسرة المصرية وقرارات السيد الرئيس ما زالت الناس تتحدث عنها خصوصا أنها كانت قريبة جدا من الشارع المصري الرئيس في حديثه بين الود وبين المعلومات وبين الوضع الاقتصادي ووضع أيضا الدولة والوطن تحدث كان قريبا جدا من الناس كان يشرح وكان يقدم كل شيء وكأنها مكاشفة ومسارحة طول الوقت وتحدث الرئيس أيضا عن وضع مصر الاقتصادي خاصة في ظل أزمات كثيرة مرت بها مصر وأعتقد أنه جاءت هناك عدد من القرارات الهمة بعد حديثه في إفطار الأسرة المصرية وهذه القرارات حتى قام السيد رئيس الوزراء اليوم وببدء تنفيذ هذه القرارات والعمل على تنفيذ هذه القرارات المهمة الخاصة بالوضع الاقتصادي المصري كثير من القرارات حنتحدث عنها الآن وكثير أيضا من الأوضاع الاقتصادية اللي نحب أن نتكلم فيها خصوصا لما سيد الرئيس كمان يعني طالب بمشاركة القطاع الخاص وأيضا فتح أفق حتى يحدث هذا التكامل بين القطاع الخاص والعام وأيضا أصول الدولة وممتلكتها وإزاي نقدر نقدم وضع اقتصادي أفضل لمصر بإذن الله في ديافاتي الآن في التساعة دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي لنتحدث عن هذه القرارات التي كانت بالأمس في حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الخير يفضل مساء النوع على حضيك وعلى كل السادة مشاهديك سيد الرئيس مبارح الحقيقة كان يتحدث يعني طارا كأنه رب الأسرة المصرية طبعا والمواطن المصري وطارا وهو الرئيس وهو يعني يحاول طول الوقت أن يكون مع المصريين طول الوقت يعني فبالأمس خاصة الوضع وقرارات الخاصة الاقتصادية أنا عايزة أقف عند فكرة القطاع الخاص يعني ونشرح فكرة إزاي حيبقى القطاع الخاص عنده يعني نقول يعني إمكانيات أكتر عنده أفاق أكتر عنده ربما مساندة أكثر من الدولة جزء مهم جدا في التوقيت الصعب اللي بيمر بي العالم كله وتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وحالة من حالات الضبابية وحالة من حالات عدم اليقين اللي بتصيب جميع المستسمية على مستوى العالم كان مهم جدا أن تطلع رسالة من رأس الدولة من رئيس الجمهورية فيها نوع من أنواع الطمأنينة والثقة في القطاع الخاص وفي الاستثمارات الخاصة وده كان جزء مهم جدا أن الدولة تأكد على أهمية القطاع الخاص أن هي تبتدي تقدم فرص استسمية وعدة لهذا القطاع وتأكد أن هو شريك مهم جدا للدولة بمعنى أن الناس كتير جدا اعتقدت الفترة الماضية أن الدولة علشان بتتحرك أو بتبدأ في مشروعات قومية معناها أن دوا بعيد عن القطاع الخاص برغم أن المشروعات القومية ديت هلأي أن أكتر من حوالي 90% من المشروعات القومية ديت بيعمل فيها القطاع الخاص ومشارك بقوة في هذه المشروعات الدولة في التوقيت للحرك دولة اللي بيمر به العالم كله كان لازم أن هي تأكد على أهمية القطاع الخاص وأن يبقى فيه نوع من أنواع المشاركة خلال الفترة القادمة وكان مهم أن يبقى فيه لغة الحوار ديت بحيث أن القطاع الخاص في ظل التحديات الموجودة ديت لأن كلها نعلم ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة مشاكل مطبطة بارتفاع تكاليف الحصول على المواد الخام فكرة عجلة الاستثمار والإنتاج فيها كثير من المعاوقات والتحديات المش موجودة على مصر ومصر بس لكن العالم كله في الوقت الراهم بيعيش هذه الضبابية وبالتالي فكرة أن الدولة تبتدي عن طريق مؤسساتها عن طريق الحكومة أن هي تمدق ديها للقطاع الخاص تبتدي أن هي تزلل كافة العقبات اللي موجودة أمام القطاع الخاص تديل السرقة بما فيها الضرائب يعني السيد الرئيس تحدث حتى بما فيها الضرائب ملف يمكن خلينا نقولها على مستوى عدة سياسات جزء مرتبط بالسياسة المالية وبالأخص ملف الضرائب وده يمكن كان جزء منه مرتبط بمجموعة كبيرة من القرارات والحوافز اللي بدأت من 21 مارس الماضي مرتبطة بإعفاءات في الجانب الضرائبي وبالأخص كمان بالنسبة لقطاع الصناع على وجه التحديد لأن القطاع ده يمكن نواجه كثير من التحديات الكبيرة جدا والصعبة فعشان كده الدولة بتحاول أنها تقدم له مجموعة من الحوافز أبرزها طبعا الجانب الضريبي بجانب كمان إزاي أن يتم تقديم استثمارات بحوالي 10 مليار دولار سنويا على مدار 4 سنويا يعني بنتحدث عن ما يقوم من حوالي 40 مليار دولار كاستثمارات مشتركة وده جزء مهم جدا أن الدولة في ظل تحقيقها لمناخ الاستثمار أن هي كمان تكون بتوجه المستثمية تجاه القطاعات الاقتصاد الحقيقي اللي هي مطابطة بالصناعة والزراعة طيب ما هنا أنا عايزة يعني نشرح أكتر يعني مثلا فكرة القطاع الخاص والتعامل ومشاركة في الأصول المملكة للدولة يعني عايزين ندرب أمثلها كده علشان يعني نقترب للناس أكتر الفكرة كلها أن الدولة يمكن تحركت خلال السنوات الماضية على مجموعة من الملفات جزء كان مطابط بأصول الدولة غير مستغلة إزاي أن يتم استغلالها استغلال أمثل وده عن طريق مشاركة مع القطاع الخاص عملنا أو دشنا صندوق مصر السيادي وده كان جزء مهم جدا أن هو يكون الضراع الاستثماري للحكومة أو للدولة يقدر أن هو يتعامل بشكل أكبر مع القطاع الخاص ويقدر أن هو يجذب مستثمين سواء كانوا محليين أو أجانب ونجح يمكن بنسبة جيدة جدا في ظل تحديات اللي شفناها سواء كانت تدعيات كورونا أو حتى الأزمة الحالية في أن هو يستقطب جزء كبير من الاستثمارات وبالأخص من المنطقة العربية ويمكن شاهدنا يمكن الأيام الماضية كان فيه استثمارات من جانب قطع أو من جانب الإمارات وكمان من جانب سعودية كويت وغيرها من الدول العربية الشقيقة وكمان يمكن على مستوى الدول الأوروبية يبدأ نشوف فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأخرى وبالتالي ده تحرك الدولة بدأت بها عن صندوق مصر السيادي فكرة كمان أن العمل مش على مستوى الأصول بس لكن إزاي أن أنا عندي قطاعين مهمين جدا اللي هي الزراعة والصناعة إزاي أن نحن في الوقت الراهن وفظل التحديات دي كمان الدروس المستفادة من الأزمة الحالية والأزمة السابقة مرتبطة بتاعيات كورونا إنها بتادي تفرد على الدول إزاي أن هما يوصلوا لمستوى أعلى من الاكتفاء الزاتي لأن الجزء كبير جدا من المشكلة للعالم كل دولة التي بيعيشها هو فكرة التضخم المستوى بمعنى أن أسعار السلع وبالأخص الأساسية والغذائية بتادي تنهي ترتفع بشكل كبير جدا على مستوى السرع العالمي فبالتالي تكلفة الاسترات بتزيد بالتالي معدلات التضخم بتبطي أن هي ترتفع فالدولة دولة التي بتحاول أنها تتحرك على الوصول لمستوى أعلى من الاكتفاء الزاتي وإزاي أننا كمان نقدر نتخطى هذه المحالة ونوجه وفرات للتصديق أكيد أنا باتفق مع حضرتك يعني خلينا نقول بشكل يعني أشمل يعني إحنا أمام إزاء الأزمة الاقتصادية اللي موجودة في العالم يعني أمريكا وأوروبا وأسيا الأزمة موجودة الحقيقة في العالم بشكل كبير سيد الرئيس يمكن أيضا في حديثه بالأمس تحدث أيضا عن يعني الاحتياط الغذائي لمصر وتحدث عن مشروع زي مشروع تشكة ومشروع القمح وزراعة القمح وإزاي أنت تقدر يبقى عندك هذا المخزون اللي يكفيك حتى نهاية العام تحدث أيضا أنه حتى الرز كمان ربما يكون عندنا مخزون أيضا أعتقد السكر فإنت طول الوقت أنت بتحاول تكسب بأرض ويبقى عندك مستلزماتك الأساسية الأولية موجودة على الأقل خلينا نوضح حاجة وده يمكن مش هنلوم على المستسمين أو صغير المستسمية أو حتى الفلاحين بمعنى أبسط في حكاية أنه هو لما يجي نقوله إزع أمح أو إزع سلعة تانية أنه هو ممكن يوحل سلعة تانية لأنه شايف أن الجدوها الاقتصادية ممكن تكون أعلى وده حقه أي مستسمر أي فلاح بيشوف أو يقولك الزرع دي بتقلب هتقلب أسرع فهتجيب لي أسرع فأنا ما أدعش هلوم عليه لكن الدولة بتجيب تتحرك باتجاه مهم جدا إزاي أن أنا أعمل جدوة اقتصادية مهمة جدا ورفع من حجم العائد على الاستثمار في هذه الزرع إزاي أن أنا أقدم حوافز مطبطة به توريد الأمح إزاي أن أنا أعلي من أسعار التوريد ديت علشان أشجع بنسبة كبيرة المستسمر وفلاحين وده عملية الدولة يعني الحقيقة عملية حوافز كتير عملية الحوافز ديت وكمان إزاي أن هي كمان تتحرك على عمليات بقى مطبطة به وسائل أحدث في عمليات الزراعة وعمليات الغي زي أن يبقى فيه يعني توجيه بشكل كبير للفلاحين عشان يبقى فيه عائد ومردود اقتصادي من الاستثمار ومن زراعة الأمح اللي بالنسبة للدولة هو واحد من أهم عمدة الأمن الغزائي للدولة الدولة نجحة زي ما حضرية اكتفضلت وقلت على مدار الفترة السابقة احنا كان عندنا الاكتفاءة الذاتي من الأمح كان بيوصل لحوالي 30% حدثنا وصلنا لحوالي 65% من احتياجاتنا كمان فكرة الصوامع اللي احنا اتحركنا عليها كمان فدتنا بشكل كبير وبالأخص في التوقيت الحالي لأنه كمان بقى عندنا مخزون استراتيجي بيغطي حوالي 5 أشهر الأول كانت بتغطي حوالي أو بنستفيد منها في حدود أقلت كمان من كده حامل كان في البداية خاص كخمس أسابيع بعد كده تطول لغايةها تشهر لازم يكون المخزون على الأقل ست شهور لأن ست شهور كمان تقدر الدولة يبقى عندها وقت انها تتصرف تقدر ان هي كمان تستفيد معه هي الفكرة كلها ان انا يبقى عندي مخزون وفي نفس الوقت ابتدي استفيد مما بيتم تويده من السوق المحلي بحيث ان انا اقلل بشكل كبير جدا من الفجوة اللي ممكن تكون موجودة وفي نفس الوقت احنا شايفين ازاي التقلبات الشديدة جدا اللي بتحصل على مستوى السلع الغذائية وكمان مش الموضوع مطارب بالسعر بس لكن كيفية الحصول عليه يعني احنا شفنا كمان مع الحرب ازاي مشاكل كبيرة جدا واجهة اللوجستيات والتجارة الدولية فمش فكرة ان انا قادر اشتري ولا مش قادر ده هي فكرة كمان ان انا قادر اشتري بس عشان المنتج ده يجي بالزبط خلينا برضو علشان برضو الناس تبقى برضو يعني متابعة طول الوقت احنا يعني وقت ازمات كورونا كان الاقتصاد المصري بالعكس قدر يقص ويحاول ومثلا كنا بنصدر الموالح اكيد كنا متصدرين للموالح فاعتقد برضو ان احنا بقى عندنا منظومة بتقيس احنا نقدر نعمل ايه حتى في اصعب الظروف فكرة الشفافية ازاي ان احنا نبقى بنعرض لرأي العام بمنطقة صراحة الايجابيات والتميز اللي احنا وصلنا له التحديات الممكن تكون موجودة سيد الرئيس بالامس يعني الحقيقة كان واضح وصريح يعني في كل الاشياء يعني علشان ما يبقاش حتى المواطن عنده شيء مش مفهوم او انه يسمع معلومة تبقى نقص ايضا كمان يعني سيد رئيس الوزراء كان كمان يعني صريح جدا وهو بيشرح وضع القرى المصرية وازاي يقدروا يعمله التنمية طيب خلينا اقول انه امام الوضع العالمي اللي احنا موجودين فيه الان ايه اللي نقدر نجري به احنا كمصر؟ هل ايضا الشركات المملوكة للدولة نقدر مثلا يتم طرحها للبورصة بعد الشركات ويبقى فيه اسهم فتقدر برضو تقف على رجليها اكتر؟ خلينا نقول ان الاتجاه الخاص بسورة العواج المالية او البورصة المصرية يمكن كان تم الاشارة ليه امس وده كانت اشارة مهمة جدا لان احنا تابعنا خلال الايام الماضية ان الحكومة ابتدت ان هي تبيع بعض الحصص في مجموعة من الشركات لمستثمرين من جانب الامارات الشقيقة لكن كان السؤال هو ازاي ان احنا نعظم كمان من الاستفادة اقترمك يعني مش ان احنا نتنازل عن او ان احنا نبيع حصص في مجموعة من الشركات واللي كانت بتحقق نجاح عشان ما ندرش ان احنا ننكر دوت فازاي ان السيادة الرئيس ابتدى يوجه لا احنا عاوزين نزود من حجم الاستثمارات الحكومية اللي ممكن تكون موجودة اللي هي متمثلة في الطرحات الحكومية في سوق الاواء المالية ازاي ان كمان عندها ملف مهم جدا مرتبط به شركات القوات المسلحة ان يتم كمان طرحها في سوق الاواء المالية وده هيبقى مكسب لجميع الاطف بمعنى ان سوق الاواء المالية والبورصة دايما بيبقى الطرحات الحكومية فيها نوع من انواع الثقة بيبقى فيها اقبال كبير جدا من جانب الافراد والمستثمين هنا حتى الموطن يقدر يلاقي نفسه جانب اقتصادي يقدر يوقف على رجل بيه وهيبقى كمان مساهم في شركات الحكومية ديت هيقدر ان كمان سوق الاواء المالية بالطرحات ديت هيقدر ان هو يحصل فيه نوع من انواع الانتعاشة كبير جدا ده جزء الجزء التاني ان الشركات دي هتستفيد من التمويل وزيادة فيه رأس المال اللي يقدر ان هو يساعدها بعد كده على تطوير اداءها وزيادة الانتاج بالنسبة له فبالتالي هي استفادة من جميع الاطراف وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نحافظ على الاصول ديت ان كمان قيمتها تبتلي ان هي ترتفع والعائد ده كمان يبقى بيستفيد منه اكبر قدر من المصريين وده الاتجاه المهم جدا يمكن ملف الترحات ده تأجل لفترات طويلة جدا كمان احنا شفنا يمكن تدعيات كورونا كانت مقصرة بشكل واضح وبعد كده ابتداء نمر طبعا بالازمة الحالية لكن كان مهم جدا اشارة سيادة الرئيس لسوق الاواء المالية والبرصة لان ده في حد ذاته بيدي ثقة كمان لكافة المستثمين والمتعاملين في البرصة وفي نفس الوقت بيشجع مستثمين جدد ان هما كمان يدخلوا صحيح وده اللي انا كنت احسأل حضرتك عليه بانه لما يكون رئيس الدولة بيتحدث يعني في حديث علمي وعملي في نفس الوقت بالارقام وبالوضع الاقتصادي اعتقد ده كمان يطمئن اي حد في القطاع الخاص بانه يمد ايده مع الدولة يعني يبقى حاسس انه يعني كلنا في مركب واحدة الفكرة كمان ان هي زي ما حضرتك قلتي هو الموضوع مرتبط بخطة عمل وجدول زمني احنا بنتحدث عن خطوات وكمان يمكن شوفنا زي الحكومة من اليوم بتديت لا ان هي خلاص بتبتري تنفس هذه القرارات كمان المهم جدا ان احنا شايفينه متابعينه عملية التنصيق ما بين كافة مؤسسات الدولة بمعنى ان احنا مش بنتحدث عن جزء من عزل لا احنا بنتكلم على قرارات في نوع من انواع التنصيق واضح جدا ما بين كافة المؤسسات شايفين جدول زمني بترينا تحرك عليه ملف الطرحات على سبيل المثال كان تم ذكر عدة مرات لكن احنا دلوقتي شايفين لا احنا بنتحدث عن نهاية العام الحالي او بداية العام القادم على اقصى تقدير شايفين جدول لوضع الطرحات الحكومية شايفين كمان حتى يمكن بالنسبة لمشروعات القطاع الخاصة بنتحدث عن مبالغ تم تخصصها وبالتالي عرض الملفات بجدول زمني بالتفاصيل الخاصة به ده جزء كان مهم جدا بيدي مزيد من الطمأنين صح مزيد من الطمأنين ويشجع كمان دكتور علي إدريسي الخبيل الاقتصادي بشكر حضرتك شكرا جزيلا مشاهدين يعني يمكن النهاردة اللقاء كان سريع ولكن ان شاء الله غدا بإذن الله يكون عندنا بعض الأخبار نقدر كمان ناخد وندي مع حضراتكم فيها هنترككم في العاية الله ونلقاكم غدا بإذن الله في التاسعة شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا